تصعيد ميداني في الجوف واستعادة السيطرة على عدد من المواقع هكذا يبدو المشهد العسكري في المحافظة التي تمثل أهمية استراتيجية في التحكم بخطوط الإمداد داخل مديرياتها وفي محافظات أخرى قوات الجيش أعلنت تمكنها من استعادة عدد من المواقع في شمال المحافظة وقال قائد المحور الشمالي العميد هيكل حنتف إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية في مديرية براط العنان ويمثل جبل القلعة أهمية بالغة كما يقول عسكريون باعتباره يسيطر على طرق الإمداد لمناطق عديدة في المحافظة ويطل على مواقع يتمركز فيها الحوثيون تم الاستيلة على جبل القلعة الاستراتيجي المطل على طريق تواثنه وطريق الأمهور وتعتبر هذه الطريقة الرئيسيين للإمداد العدو لهذه الأماكن المطلة على القعف فبص الله تعالى تم قطع هذه الطرق وإمداد العدو في هذا المكان وتم التوغل إلى عمق الظهرة والإشراف التام على أودية شعاب الظهرة قوات الجيش قالت أيضا إنها توقلت في مواقع تمركز الحوثيين في أودية الظهرة وأوضحت أنها تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا إلى مواقع تمركزها في جبال تواثنة وجبال الأمهور المعارك بحسب مصادر عسكرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا كما مكنت الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة هربت ميليشيا الحوثي مخلفة وراءها كثير من الخسائر من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك من الجثث مترامية في الوديان وفي التباب سيطرة جديدة للجيش في الجوف وتغير لشكل المواجهات في المحافظة التي لم يغادر واقعها العسكري مربع التقدم والتراجع منذ فترة طويلة